ما هو داء الملوك؟ داء الملوك هو التهاب يصيب المفاصلة فيبدأ بورم عادي ثم تتطور الحالة إلى حمرار المنطقة وألم شديد يعيق الحركة ويعد المشط السلامي في أسبوع القدم الكبير أكثر المناطق عرضة للإصابة فيما يعرف بارتفاع نسبة حمض اليوريك أسيد في الدم بين 6.5 و7 أو أكثر السبب الأول وراء المرض وهذا المرض ناتج عن الإسراف في تناول اللحوم والدواجن والأسماك والكبد والكلاوي الغنية بمادة لبيورين مقابلا عدام الحركة وقلة النشاط البدني ومن هنا جاءت تسميته بداء الملوك فهو غالبا ما يصيب الملوك والأغنياء بسبب نمط حياتهم المترف فلديهم من الأطعم مال الذ وطاب ومن الخدم والحشم ووسائل النقل ما يغنيهم عن الحركة تماما ما هي أسباب الإصابة بداء الملوك من هذه الأسباب الإفراط في شرب الكحول والإصابة بأمراض ضغط السكر والدم وارتفاع نسبة الكوليستيرول وفرط شحميات الدم وذيق الشرايين تناول عقاقير معينة كالتي تحتوي على الأسبرين والثيازيد ويصفها الأطباء لعلاج فرط ارتفاع ضغط الدم أو الأدوية التي يتناولها المرضى الذين خضعوا سابقا لعمليات زراعة أعضاء وتسمى أدوية مضادة للرفض الوراث عبر الجينات والتاريخ العائلي هناك علاقة للجنس بداء الملوك فهو يصيب الرجال بنسبة أقل أعلى مقارنة مع النساء الكسل والخمول وقلة الحركة أسباب أيضا للإصابة بداء الملوك مما يؤدي إلى السمنة وتراكم الدهون في الجسم علاج داء الملوك من العقاقير الطبية المساعدة على علاج داء الملوك دواء البروفانسيد وعقاقير مضادة للإلتهاب ودواء الكولشيسين أما كنظام غدائي لكي تتجنب مرض داء الملوك عليك تجنب الأكلات الدهنية الدسمة بما فيها اللحم والأسماك والدجاج والعدس والبقول والكبد والكلاوي والبذنجان والقرنبيط والسبانخ والخرشف والفرولة والتوابل والبحارات والمخللات شرب عصير الليمون باستمرار والكرافس كونه يذيب الأملاح الراسبة حول المفصل تناول فاكهة الأنانس لتخصيص الوزن وتناول الخضار بمختلف أنواعها شرب مغلق شرفاكهة التفاح تحذير منقوع الجرجير المر عن طريق سكب نصف لتر من الماء المغلي على 20 جرام من أوراق الجرجير الاكثار من شرب السوائل والاكثار من تناول الخضار كما قلنا والفاكهة شرب القهوة السوداء التي تخلو من الكافيين وتناول فاكهة الكرز لتقليل نسبة حمض اليوريك كذلك يمكنك ممارسة الرياضة حيث ينصح الأطباء بممارسة تمارين الرياضية بجميع أنواعها بما لا يقل عن ربع ساعة يوميا لها فائدة كبيرة للجسم مع إمكانية زيادتها قدر الإمكان تشخيص داء الملوك يمكنك كشف داء الملوك من خلال إجراء فحوص للدم وفحص على مستوى السائل الزيلي في المفاصل تشخيص داء الملوك